من ضمن الكلام كمان اللي بيتقال عروسة الإسماعيلية ستة أصيلة لأنها تكتمت على ضرب زوجها لها ودفعت وطلبت البنات بمسالحة الرجال في المواقف دي يا الله ربي ده هتوا جايين تصيروا جدل بدا أنتوا جايين تعملوا مشكلة حقيقة يعني هي أصيلة عايزين تفاهمونا في البرامج اللي بتتعامل دي وناس ليس لها أي خلفية العلمية ولا شرعية نفسي شوف مين اللي كتب الاسكريبت بتاع الحلقة دي أصيلة عشان تقبل أنها تنضرب وتتهان وتخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكوا زوجها من الضرب وأيهم الله بيحلف النبي على الصلاة ولا يجدون أولئك خياركم أبدا مش خياركم أبدا الآية والتي تخافون نشوزهن يحصل فعظوهن وهجروهن في المجال وضربهن قال لك ضرب غير ما لو اتعلم يروح للقادي الشرعي يغرم عليها فإن أطاع لكم ده المستهدف الطاع مش يبقى طلاء فلا تبغوا عليهن سبيله إن الله كان علي كبيرا أكبر منك وعاليا كانت ختام الآية جميلة بلاغة تحف من بلاغة القرآن الشروط قال لي يكون الضرب مبرح لو علم في جسد قطعتها تمسك الست كده هتزرق منك عايز أقول لك يعني لو علم تروح للقادي الشرعي وغرم ممنوع الضرب على الوجه وهكذا من الأمور قلنا كل الشروط دي قال لي يضربها على وجهة ما يجتمهاش ولا يقبح ولو حصل كده يغرم غرامة بالية على تعزيل كمان الضرب المصاحبة في الأمر بالمقصد الحصول المقصد من الأمر دوت هو إيه صلاح الزجة وطاعة الزجة ثم نيجي نتكلم البنات على طاعة بقى ويقول لك طاعة إيه طاعة إيه اللي بيقول لك معرفش إيه وحطي بيدوس عليها وانت كذا وفرعونك إن يقف عن المعاملة دي عند حصول المقصود للطاعة ذات نفسها انتهت حديث عائشة رضي الله عنها إن ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بيده ولا امرأة ولا خادر قط من فيه كمان من ضمن الكلام الغلط زوجك فرعونك الكبير وفرعونك استغفر الله العظيم لا حول أخوة إلا بالله العليا العظيم بجد تعالوا ما نشوف ذكر كلمة فرعون في القرآن كم مرة ده أنا بس عشان نعرفك الناس اللي إيه يقول لك يا عم يا عم الله يسلح حالك يعني اللي بيوث بيبقى في قوم كده وبيتحكي منه فهو منه إنه مع السلام ذات نفسه قالوا انتوا مع الدين من مكان دي قعدوا بسرعة ده مكان كان قوم معاك بسرعة كان فيه عذاب في المكان ده نروحو احنا نتنحك أول آية وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناكم واستحيون لساكوا في ذلكم بلاء مربكم عظيم ناس بتعمل إيه عملة بتعمل بلاء وتقتل وتستحف القوة واسفرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروه يلا غرقنا كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيتنا فأخذناهم بذنوبهم والله شديد العقاب أنتوا بتتشبهوا بمين وفرعون إيه وبتاع إيه أنتوا بتشبهوا بإيه وبتكبروا الأمر كده ليه وخربوا البيوت على الحاجات دي ثم بعثنا من بعدهم موسى بآيتنا إلى فرعون وملء فظلموا بها فانظر كيف كان عقبة المفسدين يلا 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 يقولك كل واحد له من اسم نصيب خدت اسم ده ده النبع السلام كان بيغير اسم لك مش بريرة لا زينب حتى لا يقال في الاسم ويصابك منه نصيب روح أنا أتمحت فرعون وقال الملء من قوم فرعون أتذر موسى وقاموا ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلاتك قال سنقتل أبنا ونستحي نسائهم تمام وإن فوقهم قهرون قهر خذوا صفة القهر استغفروا الله وأوراثنا القوم الذين كانوا استضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وقومه وما كانوا يعرشهم بس يلا بقى التدمير والحاجة يلا مش هو ليه 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 وليه نعلف الاسم ده كده بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بدنوبهم أغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يلا فأر لأسين فأر وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين وكانها آية تخلد لحد يوم البعث جمل وعبارات بتتقال ونتلزق في ليه اوعي تسمحوا لحد يقولكوا كده ولا تاخدوا الكلام ده حتى لو كان بشكل فكاي وقسم بالله أنا ظنيت إن ده بجد حاجة للترفيه وبرنامج مرح يعني بتاعه لكن برامجته بس في وقت وطاعة تدروس في كيفية خطاب الزوجة الزوجة بحجة السعادة طب لو ما حصلش سعادة ها ها تصطدم الزوج أنا بنبلغش لما بنقول احنا قدام مواجحة جديدة حقيقية لإيه لهدم البيوت بوق جديد حرقتها الدامة القيام وصوابة الأسرة المسلمة